بممناسبة ببراكات اجبت سيد براكات حد قبل من خش الهوى قال لي خلي شريفي يحكي لك على قصة كسر ايد براكات بسبب سيد معوض يا مهرب يا براكات حزبنا علي حزبانا في الوقت ده عملت ايه براكات كان عندنا ماتش في افريقيا في استاد قاهرة حل فداخلين للمحاضرة كنا عاديين في القتيل بتاع اللي ابن عسكر فيه على طول يعني ففيه في المحاضرة انا ايه براكات انت عارف على طول ملك التسخين بسخانة كلنا على بعض فانا قلت يعني انا اصلا يعني في المحاضرات دايما بمركز وهادب طولها براكات سيد معوض على فكرة قال عليك الانتين كده قبل ما تخشوا اللي بجده الله طبعا انا هو ما رأعملها اصلا يعني انا غشيشها منه يعني هو بيوقعنا كلنا ببعض بص انت عارف براكات يعني اه طبعا يعني مريكي الحركات دي مش من شوية يعني فراح انت هسيد بتقول علي وعجابي يضرب ايده كده كراسة للأسف كلها حديد هيا الحديد دي بتاعة الميتنج المحاضرات والاجتماعات بديت شرخي في جوزيمسك وبهدله خلاص وانا طبعا لقيت الموضوع كده واحتجابي واخت بعضي اهرب اهربت بعيد في اخر القاعد خلاص براكات بزي اشيبها الفضيل فين حاسبي الله هوني اعملوكي بيك بجده اه بقى خلاص بقى معا وانت حاسب بزيب طبعا اه بقى اه خلاص انا مش مصدق لحاسب تخيل انت براكات شهر ونص عامل كده بسابك تمرين كل ما شوفنا انا هشوفه جاي باجري وسايد معاوت بقى كم وكيفه هو في الكسة دي كلها سايد بيتحك وفرحان جلق فرحان فيه لان هو بس براكات هو طول وقت ما روش رساد معاوت اه طب وجوزيمة عمل براكات ايه سايدة؟ لا ده خصم وخصم منه فلوس جامدة وزعق وده استغتار وده تسيب وده بص كلام من ده بقى وبركات بيغبط مفكر الكرسي مش جامد فطبعا يعني الكرسي حديد ايه بقى حكاية الاحتفال سوبلكسي بتاع المصارعة اللي انت عملتهمها براكات انت جبت الكواليس عملت جبت الكواليس كده حاجات عنا نذكر شوية انا كنت ايه يعني في الوقت ده كنت داشن شوية في تعاملاتي وبحب المصارعة شوية لان انا كنت من هوات المصارعة وانت عرفت ان انا كنت مطمرا كتير وانت اتفرج على المصارعة انا عارف اتفرج على الحاجات دي يعني فجي مطش تقريبا زيسكو تقريبا في افريقيا او سوبر افريقيا حاجة كده مش فاكر يعني كان عندنا في استاد القاهرة برضو فباركات جاب جهر حتى كان فاترة حجري وسيد قلتلهم بس بس سبوه سبوه قلتلهم جاي باخده تحت دراعي هنا كده خلاص قطير بيه ونازل مفروض الطبيعي انه وشه بينزل على الارض انا قلتلو يعني رأفتن بحالك انا مش خلي وشك يعني ايه مسكت ايدك يعني خليت ايدي مسكة وشك عشان ما تنزلش قال لي يا اخي ده انت جاحد اصلا هو طول المطش خلي بالك بعد ما انا عملت بتاعي هو فضل ضايخ انت لو جبت الفيديو بتاعها والفيديو بتاعها موجود تعجون رهيب انا خدت وطرت ونزلت ايو انا عملتلاش معه قبل كده اول ما اهو تفاجئ لا او كنت عملها فضل لبس بس ما بعملاش كده لان اللبس فيها بلاط طبعا ده وشه هتكسر فيها مية في المية لأ وانتوا ببعض بص اكتر ما استعمل فيهم الحاجات ده كان احمد عدل عبد منامي ايوه سام عشور احمد سبير احمد سيد اه حاجات مندي بقى جواليس مندي كتير احمد السيد ومحمد سمير وينوف نجالي برضو بتاعيس تشيلهم هما التلاثة مع بعض ده في مالي 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 في الملعب المالي احنا اتحبسنا احنا خدنا فترة طبعا كريم انت عيشت معنا الاجواء دي وعرفها اه طبعا انت يعني انت ما شاء الله عليك في الحاجات دي اصلا انت في مجالك وانت كمان انا باعتبرك من الناس كمان الموهوبة كريم انت في شغلك محترف بجد وعاديين معانا وعارف يعني لعيب الكورة واجواء الكورة وعارف تفاصيلها يعني احنا اتحبسنا في الفترة دي انت تفكر طلعنا من احداث المحلة روحنا طبعا الحمد للأحداث المؤسفة طبعا 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 انا طبعا الاحداث دي كلها كانت معايا خلصنا رجعنا روحنا الملعب المالي اتحبسنا اسبوع كان في حرب اهلية في الملعب المالي يعني عنا احنا في عاجة غلط كل ما نروح حتة يحصل مصيبة والله العظيم حبسنا اسبوع ضرب نار حولينا في كل حتة اه انا بص على الامن برا مفيش امن في القتيل احنا فكرة احنا رجينا في طائرة حربية يمكن سات المشير طبعا طنطوي يعني جزيل الشكر لي طبعا تكرم وبعت الجلية المصرية كلها هناك رجعنا كلنا في طيارة حربية سبعتاشر ساعة صفر طيارين فوق البحر كده والله العظيم يا كريم وبعدين ايه بقى عادين طبعا تعرف طيارات حربية مش هتبقى كراسي شلتهم بقى ازاي عملت فيهم ايه شلتهم اه عادين بقى زهقنين مش عارفين نعمل حاجة خسرنا الماتش تقريبا واحد سفر والحمد الله كسبنا في العودة بقيت بقى شل عب منعم وسامير المهم اتفقوا الخامسة قالوا بصوا احنا نمسك شريف نمسكو هنتجمع عليه مش هيقدر علينا خلاص فاول واحد منهم جاني مين؟ احمد عادل جاي يدرق روح تجاي مسكو رمي تحتي وتبدو طبعا كلهم شافوا من منظر جري محمد عادل طيب طيب جدا طيب اتجرق ازاي؟ ما هو متجرقش هو متجمعوا كلهم بقى خمسة جايين فهم خمسة جايين فهو جاي اول واحد داخل بقالب جامد بقى معه خمسة تانيين روح تجاي مسكو منزله تحتها فهم شافوا المنظر جريف قالك بس ده مش هيرحم براكات بقى في الحادثة ديك العامل ايه؟ في وقت ما انت كنتوا مزلون ايه؟ لا براكات ما بيلاقي الحاجات دي ما ده براكات مع ميكي شوات الشاي وتمال مع ميكي شاي ازبط صار لا براكات قلم خالص في اله